اشتركوا في القناة واجرت القوات معينة تصويرية للمكان واثبتت القوات ان هناك تحتيم في عدد من المكاتب واجهزة الموقع واصابة بعض الصحفيين والعملين بالموقع واتهم الصحفيين والعملين المصابين المنتج احمد السبكي بتنفيذ الواقع وانه استعان بـ 11 بوديجارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب وانه هاجم المقر اعتقاد منه انه مقر قناة صدى البلد فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسركة القناة لمسلسل سوبر ميرو وعقب الانتهاء من سماع اقوال المصابين والمعينة تم التحفز على كاميرات الموقع لفحصها وبيان ما اذا كان سجلت الواقع من عدمه كما حرر المنتج احمد السبكي محضر ضد قناة صدى البلد واتهمها بسركة مسلسله سوبر ميرو ونفى المنتج احمد السبكي وقعت اعتدائه على طاقم عمل موقع صدى البلد وقال انه اتجه برفقة 6 اشخاص الى مقر ادارة قناة صدى البلد لمقابلة رئيسها محمد ابو العنين لعرضه الحلقة الاولى من مسلسل سوبر ميرو دون حصوله على حقوق العرض اتهجموا علينا ومش عايزين يقولولي مكان استاذ محمد ابو العنين فين حيث وقال المنتج احمد السبكي وقعت عقد مع موزع لبناني كان وسيد بيني وبين قناة صدى البلد ولكنني قمت بفسخ العقد لا تراضي على طريق سداد الدفعات ولم انقص منه عربون او دفعات تعافض مش عارف جابوا الحلقة الاولى منين اصلا يذكر ان مسلسل سوبر ميرو من بطولة الفنانة امي سامير غانم حمدي المرغاني ملك اورا فؤاد بايومي تأليف احمد محي واخراج وليد الحلفاوي ودي كانت لقطتنا عن اقتحام المنتج احمد السبكي لمقر صدى البلد الاخباري لو اول مرة بتشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بشكركم للمتابعة